السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعملوك ازايك? كنا اتكلمنا احنا على وازاي متحول من صولد للليكود لجاز. صح? وازاي نرجع العكس. عايزين بقى نعمل ده في جرايف كده في رسمة بيانية. ماشي? شوف نعمله ازاي. هنحط كده خط كده. وخط كده. هنحط هنا. ماشي? التمبريتشر. يعني تمبريتشر. درجة الحرارة. درجة الحرارة. احسنت. يبقى نحط هنا. تمبريتشر. وممكن برضو احط الثيرمال انرجي. صح? لانتقل الحرارية. دلوقتي الحاجة في الاول وهنحط هنا الستيت. الستيت ممكن تبقى ايه او ايه او ايه? حل. اهو. ازا ممكن تبقى صولد. ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ايه? طيب. درجة الحرارة. لو درجة الحرارة صفر. نكلم على المية بقى. نكلم على الووتر. دي متر. صح? ليها كم حالة? كم سيت? ثلاثة. طيب. لو كان درجة الحرارة هنا صفر. هتبقى عاملة ازاي? ونقول لو درجة الحرارة وصلت. او كمان مينس دير. خلينا نقول ايه? لو هنا مثلا كانت مينس. اه مثلا عشرة. بس? وهنا بقيت ديرو. وهنا بقيت مية. يلا. عمين بنسخن احنا. ديجري. يعني ايه? نفعش. لازم يبقى زيرو. هو الخط هنا كده يعني? او ليه? اه زي اللي عملنا هنا لأول تن. ما هو? هيبقى هنا بصفتين. اه. يعني عشرة عشرين تاتين. او تموصل لهندرت. خلاص? طيب. في حالة ان هو. انت قوليلي كده. لما درجة الحرارة ومينس تن. هيبقى صولد ولا ليكود ولا جاز? هيبقى صولد. صح. هيبقى صولد. تبقى ليكود. ماشي? هده باهن كده? طيب وكل ما نزود درجة الحرارة. تبقى ليكود وكده تبقى جاز. برضو. لا هيفضل كده. لا. الحرارة درجة الحرارة عملة تزيد. وهو هيفضل ايه? صولد. لغاية عند اول ما يوصل عند درجة زيرو. اول ما يعلي عن زيرو. ايه حصل? يبقى ليكود. شوفي. انا هرسم الرسمة وبا كده نقول ليحنا ايه اللي حصل. بص كده. وبعدين. هيفضل الليكود. مركزة معي او اللي مش مركزة معي. انا عايزين نطلع دلوقتي نقول. ايه اللي علاقة ما بين ايه? ما بين درجة الحرارة وبين ماشي? يعني ممكن تبقى صولد وممكن تبقى جاهز على حسب ايه? حسب التمبريتشر. حسب التمبريتشر. طيب احنا بقى نقول كده. انا دلوقتي لما كانت التمبريتشر ماينس تين. كان الوطر صولد اللي هو اسمه ايه? ايس. صح? طيب. وبعدين هتتحول تبقى ليكود. عند امتى? عند الزيرو. عند الزيرو. يبتدي تتحول تبقى ليكود. بايس? طيب وبعدين. كل ما ازود التمبريتشر بقى. لو ضغط التمبريتشر اكثر. تبتدي تفضل انا اهو. تحول تبقى ليكود وبعد كده. ولو انا عدت ازود التمبريتشر تزيد 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 تزيد. اول ما نوصل عند مية. ايه اللي يحصل? تبتدي تبقى جاس. خلاص? احنا بقى عايزين نشوف. اذا لو انا ها. ايه درجة? درجة الحرارة اللي حصل تحول في المادة. عندها. على الزيرو. الزيرو والون هندرد. ايوة. هنلاقي بقى عند الزيرو. حصل ايه? تحولت من صولد ليه? لليكود. وبالتالي مدام تغيرت من هنا الهنا بنسمي دي الميلتينج بوينت. صح? ليس سميتها كده. هو لما يتحول من صولد هنا كده في اللحظة دي. لما يتحول من صولد لليكود. يبقى حصل له ايه? ميلتينج. ميلتينج. ولما يتحول من جاز. من صولد من ليكود لجاز. يبقى حصل له ايه? ميلتينج. صح? طيب. فعشان كده بنسمي ده دي ميلتينج بوينت. ولو قعدنا نسخن الماء اكتر. زيرو. عشر. عشر. عشرين. ثلاثين. او ما توصل عند مية. طبعا بحركتها اخبارها ايه? حركة المالكينج بساعتها. بتزيرو. بتبقلل. صح كده. تفصل تبقلل. تبقلل. وبعد كده يطلع بقى من المية. ايه? واتر بيبر. اللي هي ما توصل لدرجة الغليان. عشان كده بنسمي المية دي البيلينج بوينت. ببيلينج يعني? غليان. يبقى احنا عايزين نقول حاجة بقى. يعني ايه درجة حرارة? ايه دي حاجة بنس بيها ايه? لأ. يعني دي بتس ايه? بتس وزن المس اللي بتاع? بتس حجمها? بتس ايه? بتس ايه. بتس ايه درجة حراراتهم. هي درجة حراراتهم. هي درجة حراراتهم بقى يبقى temperature هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن measure صح? measure? yes. off. ايه بقى? الكينيتك? كينيتك energy of the energy of molecules and the atoms. طيب بتاعهم بتاعهم كلهم بتسدينها هي خياس الايه? يعني ايه? يعني ايه? 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 يعني متوسط. ايه? ايه? يبقى درجة حرارة مسلا كوبات العصير. عند كوبات عصير كتب. درجة حرارة بتاعتها? هي لما قلت طيب طيب ما هو درجة حرارة بتاعتها? أربعة دي جري يعني إيه يعني دي أسخن ولا لما تبقى درجة حرارة بتاعتها أربعين يبقى كل ما كان ما زادت التمبريتشر كل ما معناها إن الكينيتك أنجي عشان كده بقى أنا لما التمبريتشر بتاعت المية توصل أو بتاعت الكيوب مثلا توصل لزيرو تبقى تتحاول ايه تتحاول طيب ده لانا همشي كده إذن عشان كده سميناها إيه melting point النقطة اللي حصل عندها point اللي هي حصل عندها melting صح يبقى يبقى الملتنج بوين دي هي عند التمبريتشر أو عند الستيت التمبريتشر يبقى هي بتساوي كم زيرو يقص الملتنج بوينت هي التمبريتشر اللي عندها يبتدي الآيس start إيه start melting طب لازم الآيس أي حاجة بقى أي حاجة solid start melting تبتدي الملتنج عند عند زيرو مش لازم عند زيرو عند الدرجة عند الدرجة دي بالنسبة للواتر هتبقى ايه زيرو هتبقى زيرو خلاص طب لازم the boiling point تبقى يعفارها عن temperature temperature اتويتش 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 ده liquid تشينجي توجاس صح طيب وهي بالنسبة للواتر بتساوي كم بالنسبة للواتر ال boiling point 100 موجود في الجهاز الضغط ايو ايو فالمركري بقى الرقم بتاعه كم تخيالي boiling point يعني يبقى دي point of water تخيال boiling point of mercury تبقى كان بقى 500 57 يعني بقى انا كده بقى افهم انا انه هو محتاج thermal energy اكتر ولا اقل عشان خطر يتحول جاز محتاج لشان يتحول لجاز اكتر عايزين اننا نفضل ننسخن قوي لدرجة الحرارة تبقى كام 357 عشان خطر يحصل ايه يتحول من لجاز الحاجة التانية بقى ده معناه ان الاتراكشن فورسس بتوين اكتس موليكيولز كبيرة او الصغيرة لكن هي كبيرة هي كبيرة او الصغيرة بالنسبة للمياه لما تعمل ملت هو دلوقتي قارن ما بين الميركري والمياه ادي عندنا water انا اقول لك المعلومة الووتر والميركري وانت هتفهمي ماشي الاتنين دول في حالة الليكويد خلاص كده اصلا يعني في العادي في درجة حرارة العادية تاعة الهوى تاعة الجو احنا بس ندرجة حرارة دلوقتي اتناشر مثلا ولا خمس ولا عشرين لو درجة حرارة بره عشرين خلاص الووتر بتبقى liquid والمركري برضو ايه liquid حلو كده طيب لو انت عرفت معلومة دي ال boiling point ان المية بتغلي عند درجة حرارة كام مية انما الميركري بيغلي عند درجة 350 دجري خلاص كده تقدر انت تقولي بقى من خلال ده طبعا يعني يغلي يعني يتحول من ايه ليه يتحول يغلي يتحول من سولد غلط يغلي يعني يتحول من liquid ليه لجاز لغليان زي المية كده بنغليها تتطلع لها مخار خلاص طيب لو انت عرفت ان المية محتاجة 100 درجة في حين ان الميركري محتاجة 357 درجة عشان تحول لجاز كده مين فيهم ال attraction forces بتاعته ما بين المولكيوس بتاعته اكبر ولازقين في بعض اكتر غلط ايه لوقتي هو انا عشان افكوهم من بعض الووتر اهم في قوة ما بينهم مسكوهم في بعض صح كده ايو سلام طيب استنى بالراحة ما قلتش لما يتحول لجاز اهدي وده برضو في قوة ما بينهم انا محتاج هنا اقدي 100 درجة عشان نقدر افكوهم من بعض عشان نتغلب على القوة اللي ما بينهم واحنا دلوقتي المية درجة دي دي عبارة عن ايه temperature بتدي thermal energy يعني kainetic energy تخلي المولكيول الواحد من دول يعمل ايه يتحرك جامد ويبعد بعيد عن اخواته ايه اللي بيمنعهم ويبعد بعيد عن اخواته attraction force اي صح يبقى انا محتاج اديره 100 علشان خطر يفك من اخواته ده محتاج عشان يفك من اخوات اديره كام عشان ده اكتر مثل بعض اكتر مثل بعض اكتر ايه يبقى مين attraction force اعلى اللي بين المولكيولز بتاعته الميركري طيب وبالتالي بقى مين density بتاعته اعلى كثافة الكثافة بتاعته اعلى الميركري برضو لانه لازقين في بعض ايه اكتر صح كده عشان كده مين لازج ومين سايب اللازج الميركري الووتر صح كده طيب وبالتالي مين مين بيحتاج انرجي اكتر علشان يحصل له يحصل له evaporation evaporation مين مين محتاج اكتر الميركري الميركري تفهمت كده طيب بحركة الله ومحمدك نسهد لا اله الا انت نستغفر كناة البلاد اشتركوا في القناة